هنبتدي أخبارنا الرياضية من النادي الأهلي وبيتسو موسماني المدير الفني للأهلي بيدرس أنه يرجع محمد عبد المنعم لدفاع الفريق في مباراة المصري في الدوري بعدما تعافى بشكل نهائي من الإصابة اللي اتعرض لها في الفترة اللي فاتت وبسببها أجرى جراحة في الأنف نتيجة تعرضه للكسر فيها خلال مباراة مصر والسنغال في تصفيات مونديال 2022 وغيب بسببها عن مباراة السنغال التانية وعن مباريات الأهلي قدام الهلال السوداني والاتحاد السكندري في بطولة إفريقيا والدوري إدارة الزمالك بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين في النادي بدأت تختار أبرز العناصر من فرق 2003 و2005 تمهيدا لتصاعدهم للفريق الأول خلال الفترة اللي جاية وده في ضل سياسة إدارة الكرة في الاعتماد على الناشئين وأبناء النادي وبيجهز المسؤولين في قطاع الناشئين تقرير كامل عن فرق 2003 و2005 لعرضه على إدارة الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فريرا عشان يختار منهم أفضل العناصر نادي بيرميتز جالوا اختار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بخصوص موعد مباراة الفريق أداما زمبي الكنغولي في ذهاب الدور الربع النهائي من بطولة كاس الكنفدرالية الأفريقية وتتلعب المباراة يوم 17 إبريل الساعة 10 بالليل على استاد الدفاع الجوي ولقاء العودة هيكون يوم 24 من نفس الشهر في الكنغو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلنت عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الذهاب دور الثمانية من النسخة 19 من بطولة كاس الكنفدرالية الأفريقية واللي هتجمع بين المصري وفريق نهضة بركان المغربي وهيكون الحكم المكلف بإدارة المباراة المالي بوبو تراور هيخوض منتخب مصر الوطني للتانس للسيدات مهمة صعبة في منافسات المجموعة الأفرو أوروبية التانية لكأس بيلي جين كينج وهتواجه سيدات مصر كل من اليونان والنرويج خلال فترة من 12 لحد 15 إبريل في فنلندا واللي بتصدف منافسات المجموعة كلها أما عن نتائج مباريات الدوري الأوروبي فنبدأها بتعادل لايبزيك الألماني مع فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم مبارح على ملعب رادبل أرينا في الذهاب دور الربع نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي وتتلعب مباراة العودة بين الفرقتين يوم الخميس الجاي على ملعب فريق أتلانتا سقط نادي روما الإيطالي أمام فريق بودو جلمت النرويجي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي تلعبت مبارح ضمنه منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022 وتعايد الفريق أينتراخت ضد برشلونة بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة اللي تلعبت مبارح على ملعب دويتش بانك بارك ضمنه نفسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري اتعايد الواس هام ينعرض الإنجليزي مع ليان الفرنسي بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمعهم على الملعب الأولمبي في لندن في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي روبا ليج للموسم الحالي 2021-2022 والنجم الفرنسي كاريم بنزمة مهاجم ريال مادريد تم تتويجه بجيزة أفضل لاعب في منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022 بعد تقلقه الكبير خلال مواجهة شالس الإنجليزي وتسجيله الثلاث أهداف هاترك وأعلن الحساب الرسمي لمساب الدوري أبطال أوروبا على موقع تويتر أنفوز بنزمة مهاجم ريال بالجيزة كأفضل لاعب في مباريات الذهاب وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية دلوقتي هنرجع لأحباد وبسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إليكم